إدارة النادي الآلي تلقت اليوم بكل التأدير والاحترام رغبة نادي الهلال السوداني الشقيق برئاسة السيد هشام الصباط على رأس وفد لزيارة النادي الآلي وتقديم واجب العزاء والموساة في فقيد النادي الآلي الكبير الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي رحمه الله وعبرت إدارة النادي الآلي عن تقديرها الكامل لهذه اللفتة الطيبة من جانب نادي الهلال الشقيق وهذه اللفتة التي تعكس العلاقات التاريخية بين الناديين الكبيرين ويتحددت الساعة الواحدة ظهر السبت المقبل إن شاء الله موعدا لاستقبال الوفد السوداني الشقيق بالنادي في حضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي وهكذا هي العلاقة دوما يا أستاذ نبيل وأستاذ عصام مؤكد سيد درويش من غني من 100 سنة ما تقولش مصري ما تقولش سوداني لا والهلال كان مصنع ما تقولش أهلي ما تقولش هلالي ما تقولش أهلي ما تقولش هلالي هو سحابة وعبرة وأعتقد فرصة طيبة الله عليك هي سحابة عبرة وعبرة لكن زيارة دي بتلغي وبتعيد الأمور إلى نصابها اهلا فريد